للتخصيص وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة يا رب يشفيكم ويشفي لي ويشفي كل مريض قلوا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهاردة هنتكلم عن كيفية إخراق دعامة الحالب وهل يوجد ألم بعد إزالة دعامة الحالب هنتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل ولكن أيضا زي ما تعودنا هنتكلم بشكل سريع ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك ويلا بنا نبدأ على طول الفيديو هنتكلم في البداية عن دعامة الحالب هي عبارة عن إيه دعامة الحالب هي عبارة عن أمبوب بلاستيكي رفيع بيتم إدخاله في الحالب لتوسيعه أو لعلاج مشكلة معينة زي حصل كلا أو ضيق الحالب دعامة الحالب يعني ممكن تستمر من أيام إلى عدة أسابيع حسب السابل اللي تم تركيب الدعامة علشانه طيب إزاي بنخرج دعامة الحالب إخراج دعامة الحالب عادة بيكون إجراء بسيط بيتم في العيادة الخارجية بيستخدم الطبيب من نظار خاص لإخراج الدعامة دعامة العملية دي ممكن تستغرق حوالي تقريبا يعني بضع دقائق مش مش حاجة مش هياخد وقت كبير جدا يعني في العملية لكن إحنا تعودنا أن كلمة عملية بتاخد وقت يعني وغرفة عمليات وكده لكن الموضوع إن شاء الله بسيط مش إيه مش موضوع صعب ولا موضوع خطير التحضير للإخراج دعامة الحالب قبل إخراج دعامة الحالب ممكن الطبيب يطلب منك أول حاجة عدم تناول الطعام أو الشراب لمدة 6 ساعات قبل الإجراء أيضا تناول دواء مسكن للألم أو هو بيوصف لك بيديك دواء مسكن للألم إجراءات إخراج الدعامة عبارة عن إيه أول حاجة المريض بيجلس على كرسي أو على سرير العيادة الطبيب بيدي له حقنة مخدرة في المنطقة المحيطة بالمسانة بيدخل الطبيب المنزار من خلال الإحليل إلى المسانة بيمسك الطبيب بالدعامة وبيطلعها برفق يعني موضوع إن شاء الله موضوع بسيط مش محتاج حاجة فترة التعافي بعد إخراج دعامة الحالب في معظم الحالات لا يحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى بعد إخراج دعامة الحالب ممكن المريض يرجع بيته في نفس اليوم ممكن المريض أن يشعر بعض الانزعاج أو الألم بعد الإجراء لكن الألم ده المعتاد فيه أنه هو بيروح خلال أيام بيكون مش مرتفع جدا ويوم اثنين تلاتة بتلاقي الدنيا بدأ إيه تتحسن ويروح الألم خالص بإذن الله هل يوجد ألم بعد إزالة دعامة الحالب؟ الألم بعد إزالة دعامة الحالب ممكن يتراوح نحن نتكلم على شدة الألم بيتراوح من خفيف إلى متوسط حسب شدة الألم قبل إزالة الدعامة يعني هو الألم ما بيكونش شديد جدا فيه ألم تحسن بعض الألم ولكن الموضوع يعني يقدر يعتاد عليه المريض إن شاء الله بإذن الله طيب مكان الألم المريض ممكن يشعر بعض الألم في منطقة المسانة أو أسفل البطن ممكن أيضا أن يشعر المريض بعض الحرقان عند التبون طيب كيفية تخفيف الألم بعد إزالة دعامة الحالب؟ ده بيكون عن طريق تناول أدوية المسكدة للألم زي الأيبوبروفين وغيره شرب أيضا لما نشرب مياه كتير ده هيساعد أيضا على إزالة الأملاح وتقليل الاحتقان أو تقليل الحرقان في المنطقة دي طيب من أهم النصائح زي ما قلنا إن إحنا أول حاجة نستمع لتعليمات الطبيب اللي ممكن يقول لك هيدك أو هيبصف لك بعض الأدوية المسكدة للألم هيقول لك ما تعملش مجهود إن مجهود بالفعل ممكن يعمل يزود من الألم هيقول لك ارتاح أيضا هيقول لك اشرب مياه كتير هيقول لك إنك أنت من أحد الحاجات المهمة ما ترفعش حاجة تقيلة فضروري جدا ولو فيه تعليمات تانية حسب الحالة بتاعتك الطبيب أيضا ممكن هيوضح حالك يريد تلتزم بها طيب لو لقدر الله كان فيه بعض المضعفات إيه المضعفات يعني اللي ممكن تحصل في الحالات الخاصة بإزالة الدعامة أول حاجة من المضعفات وده حالات قليلة جدا يعني ما نخافش إن شاء الله منها بإذن الله زي ممكن يحصل نزيف ممكن العدوى ممكن يعني يبقى فيه مشكلة سبب ألم شديد دي الحاجات اللي ممكن يعني اللي ممكن في الحالات ندرة تحصل طيب إمتى أتصل إمتى أبدأ أن أنا أقلق إمتى أقلق والمفروض أن أنا أتصل بالطبيب على طور أول ملاقي ألم شديد جدا أو ألم مش عايز يخف دي بتصل بالطبيب ببلغه بيشوف هو إيه المشكلة ممكن يكون فيه مشكلة متفرعة من موضوع إزالة الدعامة طيب لو فيه نزيف بتصل بالطبيب أرضا لو فيه حمى سخنية لا بكلم الطبيب ممكن يكون فيه عدوى محتاج علاج أيضا لو فيه أنت مش قادر تعمل حمام أو فيه صعوبة في التبول دي من الحاجات المهمة اللي احنا بتستدعي ان احنا نتصل بالطبيب على طول ومن ننساش ان السام العرب له الشاب هو أفضل علاق طبيعي لمعظم حالات الفشل والكلة وارتفاع الكيلاتينين بس زي ما قلنا ضروري جدا يكون هشاب هو طبعا داعم جدا للبكتيري النفع في القولون لو عايزين نوع هشاب احنا بندعم نوع ناتوريا دي بنوع الوحيد لغاية دلوقتي اللي احنا شايفين ان هو جودته عالية جدا جدا كهشاب او يعني مش لقين هشاب معنى صح يعني كل ما يعني 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 اعتبر هو الان بتبريكوا شكل الكيس علشان تتعرفوا عليه بالفعل والله بميرد الله درجة نقائل هشاب عالية جدا جدا حاجة بقت يعني بإذن الله مضمونة ولو عايز تشتريه ويوصلك لحد البيت موقع الهشاب 2000 موجود في الوصف تقدر تشتريه وتقدر تتعرف على الاسعار وتقدر يوصلك لغاية البيت وايضا بسعر في متناول اليد بإذن الله ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو استبدعكم الله لدي الله تضيع ودائعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا